والبداية من التفاعل الذي وجدته المبادرات التي طرحت لانهاء حالة الانسداد السياسي اذ يستعد النواب المستقلون لعقد اجتماعا قريب بهدف مناقشة المبادرات التي تم طرحها وتحديد الوجهة في التحالفات السياسية والاسهام في انهاء حالة الجمود والتعطيل في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة هذا واطلق زعيم التيار الصدري مبادرة دعا فيها النواب المستقلين الى توحيد صفوفهم والالتحاق في تحالف انقاذ الوطن وتشكيل حكومة من دون مشاركة التيار فيها كما وقدم الاطار التنسيقي مبادرة هو الاخر دعا فيها المستقلين الى تقديم مرشح لرئاسة الوزراء